هددوني بالإسلاح زيان قالوني نقتلت ونقتل زوجت وقدام يعني شهود شو أقول لك هذا لازم ينام بالسجن حتى يتم الإثبات الحق من الباطل ليش يابا الولد يطب ساعتين ويطلع عندي من بغداد تنظم إليه من الستوديو السيدة زينب العقابي أم أحمد حول هذه القصة سيدة زينب السلام عليكم عليكم السلام أستاذ نجم شنو قصتكم بخصوص أراضي الجادرية والبارحة الأربعاء أنتو كان لكم أيضا وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى وين تعثرت هذه الإجراءات وين المظلومية لكم السارة على قضية أراضي الجادرية والله أستاذ نجم أنا ماكو داعي عيد التفاصيل اللي صارت لكن إحنا هاي صارنا دخلنا هذا الشهر الرابع حنكمل إجراءات هزيلة ماكو أي لحد الآن لا استرجعنا حقوقنا ولا المطلوبين للقضاء الدولة عاجزة عن أن تقبض على أي واحد من عدهم أوامر القبض تنضم أوامر القبض توصل يعني إذا اليوم صدر القاضي وراء شهر يلا توصل للاستخبارات الاستخبارات ما عدها إمكانية تلقي القبض عليهم خلية الصقور حولناها لا خلية الصقور حولوها ماكو أي استجابة إجراءات هزيلة أجرد مرة من المرات أم محمد خلينا حتي بقصدك أنت شاخده منك حتي لعلى قصدك أنت مثلا أنا بالنسبة إلي إحنا بالنسبة إلي يا آني اعتدوا على البستان مالتنا أخذوا من عندنا سدة وطريق تابع عنا إحنا وشركاننا يوميا يهدون السياج علينا دخلوا علينا جرفوا السدة مالتنا اللي عمرها 150 سنة ودخلوا علينا وهددوني بالإسلاح قالوا أني قتلت ونقتل زوجت وقدام شهود الشارع كلها يشهد دورية الشرطة تشهد اليوم البارحة راحة للمحكمة أربعتهم المطلوبين للقضاء اللي هم ضياء الحلفي ومعتصم بالله وصفاء اللامي وضياء وبهاء اللامي دعوة إنكار إحنا أربعين شاهد دورية الشرطة الفوج الرئاسي بالمنطقة هذولا كلهم شهود المنطقة كلها تشهد شنو إحنا يعني وين واصلين إحنا المرحلة اللي متجرئين راحين للمحكمة طاب وين أربعتهم سوى شنو الصدفة العجيبة إحنا جاد جينا رسائل صار كم يوم تهديد اللجنة اللي خلاها رئيس الوزراء للتحقيق بهذا الموضوع من الاستخبارات يعني قبل كم يوم سؤال سألوني سؤال أنه ما حد يجى تفاوض وياكم الزامن ورا يومين أنه هما راحوا سلموا ونفسهم إلى القضاء أربعتهم الصبح الظهر طلعهم القاضي بكفالة لذلك إحنا وقفنا وقفة احتجاجية قدام مجلس القضاء لعلى القاضي سوى في كل قضيتنا بتحت بند 430 تهديد تجريف استيلاء على الأراضي السيارات أنا عندي وثائق تثبت السيارات السود اللي كانت تتحاوط المنطقة ويحموها القوة الماسكة للأرض وتجرف وتستولي وتأخذ وترهب الناس هذه كلها عندنا إثباتات لكن رحنا للقضاء ما حد طلب أن نبرز هذه الإثباتات بس مجرد إفادات وكل شي ماكو صدرت أوامر القبض لكن ما حد نفذها أوامر القبض الآن صدرت بمعنى على القضاء استجاب لكم وصدر أوامر القبض زين طيب ذولة إيجوا وسلم نفسهم إلى القضاء وطلعوا بكفالة هم نفسهم اللي عليها وامر القبض نعم الصبح دخلوا للقضاء الأربعتهم إيجوي الظهر طلعوا الظاهر أكو فالصير فالتسوية بالموضوع هذا عندنا كانت مؤشرات لهذا الصبح طلعوا الصبح طبعوا والظهر طلعوا نعم وقبلهم كنا مشتكين بنفس القضية على عامل بسيط لشيء يشتغل بهاي الشركة اللي ياسبها شركة الفرسان اللي عندنا هماتين مستولين على الأرض بدون موافقة باقي الشركاء عامل بسيط اشتكينا عليه القاضي خلاه شهر إلا راح جاب صحيفة سوابق أنه ما عند علي قضية ثانية إلا طلعها مثل ذول هم يطبون الصبح يطلعون الظهر يا محكمة أخذ زينب محكمة الكرادة محكمة الكرادة محكمة الكرادة طلعهم بكفالة لذلك اتجاهنا المجلس لذلك كل قضية نختصرها تحت بند 430 تهديد تجريف واستيلاء على الأراضي وعندنا شهود يعني هو الفوج الرئاسي نفسه شهود أنتو أخذوا أراضيكم نعم أكو آخرين أخذوا أراضيهم وبساتينهم هاي الجهات نعم السؤال أكو ناس وياكم بالمتظاهرين لأنتو عددكم بـ 35 ما أخذين أراضيهم وبساتينهم أكو بعد أكثر أحنا فوق الميتين شخص أحنا فوق الميتين شخص أخذوها كلها أخذوها كلها اليوم أنتو البارحة أنتو من وقفتوا بباب مجلس القضاء التقيتوا بها حدثنا التظاهرة دزوا عليكم لا بس مجرد حاطونا سيارات قامت مدري مني أن تطلع عني مكافحة شغب جابونا ودوريات وبعدون خلونا نقف بعيد وحسا هيجي ممثل من القضاء وحيجي ممثل من القضاء ما حد إجيه بعدين أنا عندي رقم مال المكتب مال أستاذ فائق زيدان اتصلت بالسكرتيرا ودزوا علينا بس ما قابلنا أستاذ فائق زيدان قابلنا أستاذ ليث مال إشراف القضائي وكان متفضل الرجال متفهم ويعرف بقضيتنا يعني وأخذوا إفاداتنا أنت قلت قبل شوية نرجو أنه يكون جراء فعلي قبل شوية قلت قامت تجينا تهديدات شنوع التهديدات التي توصلكم بشكل مباشر أو بالتليفون التهديدات لا بالتليفون طبعا هناك تهديدات جاءتنا بشكل مباشر وأكت تهديدات صار كم يوم تجيجينا بالتليفون من قبل ما يسلمون نفسهم من يوم يعني يقولون هذولا ساكنين وراكم بالشارع لخلفكم نعرف مكانكم وين من هالقبيل ونحن معروفين بالمنطقة من خاف يعني نحن قاعدين بالمنطقة وأحب أنوه أنا أريد نعم كمني أنا أحب توصل صوتي من خلال أريد نحن هواية طلبنا نقابل رئيس الوزراء وكنا أمل أن اللجنة التي خلاها على أساس أنه وراء ما يخلصون التقرير مالتهم انقابلة بس اللجنة صار لها ثلاثة شهر في تلك ماذا تقدر تأخذ قرار أول لجنة التي سواها الاستخبارات رجعت عليهم أن الرئيس الوزراء قال لهم سووا تحقيق بتعمق ثاني لجنة هي صار لهم تقريبا شهرين ماذا يقدرون ينتخذون قرار ينجمعون اللي هي هي هيئة التسجيل العقاري اللي جايبة سند مزور إلى لجنة اللواء خمّاس ولجنة رئيس الوزراء استخيل يعني بهذه جرأة لجنة التسجيل العقاري يجب سند مزور وإحنا اكتشفنا لأن اللواء خمّاس ليس شغلت أن يعرف هذا سند مزور وليس مزور بس إحنا إثناء التحقيق شفنا السند واكتشفناه بالصدفة وهس هو المدير التسجيل العقاري بالنزاهة مطلوب هذول مجتمع بيهم اللواء خمّاس يومية قاعدين يشوفون يسوون قرارات زين أبو الزراعة وين كان من هذه الأراضي تجرفت صار لها سنوات أبو الموارد المائية وين كان أبو البلدية وين كان حتى هسه يجتمعون يقررون أم أحمد أنا خطابي بشكل مباشر للسيد رئيس الوزراء يا أخويا يا دولة الرئيس يا أبو مصطفى الله يعينك والله يساعدك إذا اللجنة التتشور ما قادرة تنجز هاي القصة اللي على أراضي اللي حتشينها بيها ومليانها بمعنى أكو خلل باللجنة اللجنة هذا التلك اللي يصير أما مو صاحبة اقتصاص أما اللجنة تتعثر في إجراءاتها أما اللجنة عليها ضووط هاي القصة طالت وهاي القصة فيها مجاملات على حساب المواطنين والناس جاي تصرخ واليوم الظاهر يا دولة الرئيس الله يسترع على أرضك ودي على هاي الناس ودي على هاي اللجنة أو خلص صير مواجهة بين الناس وبين اللجنة ومن ثم السيد فايق زيدان ليش الولد طبوا بالسبعة بالتسعة بالعشرة طلعوا باثناش حس القضاء المادة تقبل كفالة بس كمتهم مدلل قصة أراضي الجاذرية والأراضي اللي يتم الاستيلاء عليها جرائم مخلة بالشرف تسقط الدولة وهيبة الدولة هذا لازم ينام بالسجن حتى يتم الاثبات الحق من الباطل ليش ياب الولد يطب ساعتين ويطلع ليش يأتهم تبسيطة صارت قضية ريعام صارت بالصحافة حقوق الناس راحت مست هيبة الدولة رئيس الوزراء انسيب الحكومة انسبت يا سيد فايق زيدان بمعكمة الكرادة اتمنى عليك وانت رجل مجد ومبدع واتتابع ليش طببهم بسراءة وطلحهم بسراءة تقبل كفالة نعم استاذ نجم لازمك وزراءات اسمح لي على السريع زيند استاذ نجم اسمح لي نعم اللجنة اللي مشكلة بأمر رئيس الوزراء تجيب سنج مزور لللجنة ها شنها الجراءة ثانيا احنا عدنا ماخذين قرارات من نفس هذه اللجان اللي موجودة هسه مجتمعين ايه وموقع جايين داي يلعبون بيها وضغطين على الموظفين وتهديد للموظفين انا وصلني هذا الحشي زيند تعالوا غيروا يعني يعني خلون استاذ نجم اللي نفسه الموظف اللي موقعين على القرار انه هذه هذه الارض انه خلوه يوقع على غير غير قرار خير والتقرير ماشي زيند موجودة قرايط وموجودة موجودة خرايط وموجودة اكو ناس عندها اختصاص ليدي الزوانات ماشي زيند انا اخذت وقت كثير انا اخذت وقت كثير يا سيادة يا سيادة رئيس الوزراء انا الان ابلغك على الهواء ونحن نشتغل للحق ومع الحق ومع الذين يريدون الحق في الدولة هذا شاهد من ضمن المتضررين يا دولة الرئيس اما انت بعث عليها وعلى دولة حتى يطلوك الحقائق لانهاي قصة انا ابلغك وبلغ الاستاذ فايق زيدان على الهواء مباشرة انهاي قصة عب ان تستمر مع هؤلاء القطيع الظال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة